السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم عنا جهاز ايفون سيكس اس بلس. نعمل له تخطي لحساب الاي كلاود. بالاصدار الجديد باداة عفيدك. اخر اصدار نزل التحديث من يومين. وبدنا نعمل تخطي بهاي الاداة خطوة بخطوة. زي ما شايفين الجهاز اصداره خمسة عاش فاصلة تمانية. نسكر الاداة ومنفتح اداة حفيدك. شرحت في فيديو سابق طريق التحميل وتنصيب الادا من الموقع الرسمي. وطريقة تفعيل الادا. لو اجينا على الفيديو الموجود هنا بالشرح. راح تلاقي فيه طريق التحميل وتثبيت وتفعيل الاداة بشكل مجاني. الاداة مجانية من صاحب الاداة. تفتح معنا الاداة بالشكل هاد. بعد ما تفتح الاداة وتشغل الاداة بشكل كامل. اول خطوة بدك تعملها بدك تعمل تشيك ديفويس. نيجي منضغط على تشيك ديفويس. نضغط تشيك ديفويس. هنا الجهاز زي ما انتو شايفين قام بعملية قراءة الجهاز. نضغط اوكي. بعدها مباشرة نروح على جينريت اكتيباشن. هلو. نو سيريال نمبر اول خيار. هنا اعطاني انه الاي دي. الاي سي اي دي. مش مش معمول له ريجيستر. بدنا نعمل ريجيستر لهذا الاي دي. كيف? نضغط اوكي. هون اعطاني انه عمل نسخ لا الاي دي. تبع الجهاز. مباشرة بعمل اوكي. وبضغط على هذا الخيار. ريجيستر. وبضغط عليه اوكي. ره يفتح معنا المتصفح بالشكل هاد. نختار من المتصفح. آآ سكس اس بلس. نوع الجهاز. وبنروح على هذا الخيار وبنعمل لسق. زي ما انتم شايفين. وبننتظر لتنتهي العشرين ثانية عشان نعمل اكتيب لهذا. آآ الاي دي. طبعا هاي الخطوات كلها اعتها مجانية من صاحب الاداة. يعني انت بس دك تعمل ريجيستر عشان تفعل الجهاز. الآن زي ما شايفين اشتغل الخيار. بنضغط عليه ريجيستر. مباشرة تم اضافة الجهاز بنجاح. هيك خلصت. اسكر هاي. برجع. بعمل كمان ارد. بعد ما يخلص عملية اعطاني اوكي. بضغط اوكي. بعدين بعمل. جنريت اكتيباشن هلو. اول خيار. وبنتظر لايقوم بالعملية. قام بالعملية. وطلب مني اني ادخل الجهاز بوضع ديفيو مود. لان بضغط اوكي. وتوجه للجهاز. كيف بده ادخل الجهاز بوضع ديفيو مود? اول شي بدي اقوم بعملية. اغلاق جهاز. وبرفع السلك. سلك الداتا. عشان الجهاز ما يفصل منك على في عملية الرام ديسك اللي راح نقوم فيها. وما يشتغل خلال العملية. وترجع تضطر تعيد العملية من البداية. من اندخله على وضع الريكافري. ومن ثم وضع ديفيو مود. هيك نهائيا ما بخرج من وضع الديفيو مود. زي ما شفتو طفينا الجهاز بشكل كامل. الان بضغط على زر الهوم. وبشبك سلك الداتا. كابل وبنتظر. وانا ضغط على زر الهوم. زي ما شفتو. دخل في وضع الريكافري. الان بده ادخله بوضع الديفيو مود. العملية بتتم اذا بضغط خفض الصوت والباور والهوم. بالطريقة هاي. خفض الصوت والباور والهوم. وبنتظر الشاشة. لا تطفي. واحد. اثنين. ثلاث. بشيل. عن الباور وخفض الصوت. وبضل ضاغط على الهوم لوحدها. بعد ما طفت الشاشة. وعدت للتلان. الجهاز دخل في وضع ديفيو مود بشكل كامل. الان. بقوم بعملية. كمان مرة. ننتظر ليعطيني انه تم. زي ما شفتو اعطاني انه تم ضن. اذا اعطاك في هاي المرحلة. الحل بسيط جدا. اذا كان معالج الجهاز عندك انتل فعندك المشكلة ما رح تظهر رح يتم العملية عندك بنجاح. ولكن اذا كان معالج الجهاز الكمبيوتر عندك اي ام دي رح يعطيك فيلد في المرحلة هاي. فبدك تعمل جلي بريك للجهاز عشان تقدر تكمل هاي الخطوات. شرحنا الجلي بريك في فيديوهات سابقة. طريقة عمل جلي بريك لسكس اس بلس. انزل في الفيديوهات للاسفل بتلاقيها. اه بتقدر تستخدم الاداة من هون. نفس الاداة اللي انا شرحت عليها بالفيديو. تضغط عليها. وبتعمل الجلي بريك للجهاز. نفس العملية. وبعدها بترجع بتعمل نفس الخطوات اللي احنا شغلين عليها. اذا اعطاك done هون. وكانت الامور طبيعية. بتكمل بالخطوات اللي انا بشتغل عليها. الان. بعد ما تمت العملية بروح على بوت ديفوايس. بعمل بوت خمسطاش. ايو اس خامسطاش. وبنتظر تغاية ما يقوم بعملية البوت. انا شرحت الجلي بريك في فيديوهات منفصلة. اي جهاز بلش في عملية البوت رام ديسك. هون لو اجينا على الفيديوهات. ونزلنا زي ما شايفين هون جيل بريك سيفن بلس. جيل بريك سيكس اس بلس. في حال انه اعطاك هاي المشكلة. طبعا جيل بريك انا عامل لكل اجهزة. للسيفن. للسيكس. لكل الاجهزة بتلاقوا عندكم في الفيديوهات. هون الجهاز دخل في وضع الرام ديسك وزي ما انت شايفين بلش في العملية. عملية الرام ديسك. تمت العملية بنجاح لان بضغط اوكي. وبتوجه مباشرة الى خيار هلو اكتب. بضغط على الخيار. بنتظر للتم العملية. زي ما حكت لكم موضوع الجيل بريك فقط للناس اللي عندهم مشكلة في آآ دخول للرام ديسك. واللي اجهزتهم المعالج تبعها اي ام دي. طبعا في كمان بيديوهات ادوات مجانية. زيرو زيرو سفن رام ديسك. و اداة روم اف دابليو. وارضع من عليها لكل انواع الاجهزة. وفي ادوات مدفوعة زي اي اف تي. وانلوك تولز. موجودة بالقناة. زي ما شايفين تمت العملية بنجاح. اضغط اوكي. ومنتظر الجهاز لايفتح. كريت اذا ما كنت عامل لايك تعمل اللايك. اللايك بساعد على انتشار الفيديو. كما انتم شايفين. تمت العملية بنجاح. بشكل كامل. جهاز الفتح والامور ممتاز. هذا كان الفيديو لليوم. نراكم في فيديو قادم. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.